اشتركوا في القناة في ظل التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19 نجحت مملكة البحرين في أن تقدم للعالم نموذجا مميزا في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لمكافحة هذه الجائحة التي اجتاحت العالم فتوحدت الجهود بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات وقطاعات المملكة لكبح تفشي الفيروس ومجابهة تداعياته فعمل وما زال يعمل فريق البحرين بروح الفريق الواحد في معركته ضد كوفيد 19 الجهود المضيئة التي حققها جميع أعضاء فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجلت في مشاركة الجميع ضمن الصفوف الأمامية في التصدي لكورونا واستمرارية العمل على توعية جميع أبناء المجتمع بأهمية المواصلة بحذر من أجل البحرين وها هي اليوم في شهر رمضان المبارك ترفع شعار حماية والتزام وتؤكد على ضرورة تغيير السلوكيات الخاطئة خصوصا في هذا الشهر الفضيل وتجنب التجمعات العائلية لا سيما وأنها تعد من الأسباب الرئيسية في انتشار الفيروس بجانب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة أيضا بأخذ اللقاح حيث تشهد الحملة الوطنية للتطعيم أقبالا مشهودا من قبل الجميع فارتفع عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح منذ بدء الحملة ليصل إلى أكثر من خمسمائة وسبعة آلاف شخص ويبقى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أنجع الطرق للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية ترجمة نانسي قنقر